موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعددت مدارس التربية في الحضارات البشرية ونشأت تيارات فلسفية تولي جانب التربية أهمية كبيرة في حياتها فتمح ورد فلسفاتها في هذا الشأن حول قيم ومفاهيم مركزية مثل القضية والفضيلة والإنسان والوطن وغير ذلك التربية بما تنطوي عليه من أهمية كبيرة في تشكيل الفرد والمجتمع وفي ترسيخ الأسس الحضارية كيف علجها الإسلام وما القيمة المركزية التي قصد تحقيقها من خلال منهاجه التربوي أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد ونبحث فيها جوهر التربية في الإسلام وأهدافها نلقاكم بعد هنا إذن جوهر التربية الإسلامية وأهدافها وأهدافها موضوع مهم ونقدمه بين يدي ضيف الحلقة دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ جهاد ومرحبا بالمشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم التربية كمفهوم مستقر في وعي الناس في ضميرهم في حياتهم هل هو من المفاهيم الأصيلة في الإسلام التي قعدت ووجد إطار إذا صح التعبير أكاديمي أو شرعي لها أم أنها من المفاهيم المستوردة باعتبار أن الحضارة الغربية توسعت في هذا الأشياء ووضعت له قواعد وقوانين ومدارس في هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبالغ إذا قلت إن قضية التربية في المجتمع المسلم وفي التصور الإسلامي هي ركيزة من ركائز النبوة ذاتها والقرآن الكريم يعلمنا أن النبوة جاءت وكانت في تاريخ البشر وحياة البشرية لأغراض وأهداف سامية واضحة محددة جمعها قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم ليطلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين فوظائف النبوة والرسالة البلاغ يطلوا عليهم آياته والتربية تربية الشعوب تربية النفس الإنسانية تربية النشأ على قيم الإسلامي وقيم العقيدة الإسلامية والسروك الإسلامي والأخلاق الإسلامية وهذا يأتي مباشرة بعد وظيفة البلاغ فمراتب أو رتب الوظائف النبوية الكريمة على رأسها البلاغ عن الله نقل الوحي الإلهي الذي ينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ للأمة من ورائه ثم التزكية والتربية لهذه الأمة وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفة التزكية والتربية كل المسألك فسلك مسلك التوجيه سلك مسلك القدوة العملية سلك مسلك المراقبة والمتابعة لأصحابه سلك مسلك المحاسبة سلك مسلك الرسائل التربوية الدائمة التي ينبههم بها إلى الأخطاء التي قد يقعون فيها إلى آخره ومن ثمنا في التربية في الإسلام ولدت مع ميلاد الرسالة المحمدية المباركة وهي ركيزة من ركائز الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورث الأمة رسالته وعلى رأس الوارثين عن النبوة للعلماء ومن ثم فإن العلماء مطالبون من بعد النبي والأمة في مجموعها مطالبة بعد نبيها بأن تقوم بهذه الوظائف وظيفة البلاغ عن الله وعن رسوله وظيفة التربية والتزكية وظيفة التعليم بما فيه من تنمية للمهارات والملكات والقدرات الإنسانية وصولا إلى أن نرتقي بالإنسان والهدف الأسمى للتربية أن نرتقي بالإنسان إلى الصورة المنشودة التي أرادها الله عز وجل له وإلى الحياة الفاضلة التي خططها له الشرع وحثه على الوصول إليها يعني ذكرت في السياق ذاته دكتورة ذكرت أن من وظائف الرسالة أو النبي صلى الله عليه وسلم هو التربية والتزكية هل الواو هنا وواو مباينة يعني بمعنى أن التزكية مختلفة عن التربية هنا قد تكون التزكية أخصة من التربية التزكية لها علاقة فيما تعلق بالنفس ومشاعرها وما تنطوي عليه من معتقدات ومن أخلاقيات ومن قيم مؤثرة فيها التربية أوسع من هذه الدائرة لأنها تشمل المفاهيم المعرفية وتشمل إسقاط هذه المفاهيم المعرفية وتنزيلها على واقع الإنسان وتشمل أيضا ما يتعلق بالسلوك الإنساني وضبطي فدائرة التربية أوسع من دائرة التزكية لكن التزكية هي نقطة البداية نقطة المركزية في التربية لأنه لا تصح التربية إلا إذا استقامت النفس ثم إذا استقامت النفس أكملت المهمة التربوية طريقها فضبطت السلوك وضبطت المعاملة وضبطت الخلق استكمالا لما بدأته العملية التربوية من تزكية في جوهر النفس الإنسانية وفي أعمق نقاطها ربما تعدد المصالح المرتبطة بهذه العملية دليل على عمق هذه المسألة في التصور الإسلامي بما أن الإنسان هو محور التربية فمن الطبيعي أن أسألك عن مكانة الإنسان في التصور الإسلامي مكانته في الوجود النفس الإنسانية والله يا أخي الإنسان في القرآن الكريم يشغل حيزا كبيرا وفضاءا واسعا من الوحي الإلهي بدءا من قصة الخلق التي بيّنت لنا أن الإنسان من اللحظة الأولى ولد ونشأ أو خلق مكرما ومظاهر التكريم التي احتفت بالميلاد الإنسان الأول بقصة الخلق عديدة لعل أولها أن الله سبحانه وتعالى اختار بإرادته سبحانه أن يخلق آدم بيديه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين فاختار الله سبحانه وتعالى للمخلوق الجديد أن يكون خلقه ليس بالأمر الإلهي يكون فيكون وليس بتكليف الملائكة بتسويته بيدي الله بيدي الله وهذا أعلى مراتب التكريم ثم لما سوي هذا الجسد بيدي الله اختار الله عز وجل أيضا أن تكون الحياة فيه بنفخة من الله سبحانه وتعالى من روحي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سيجدين زيادة في التكريم وأي تكريم فوق أن تكون الحياة دبيب الحياة الذي يسري في أوصالنا هذا نفخة إلهية ونفحة إلهية وليس هناك تكريم أعظم من ذلك ولا أجل من ذلك ثم زاد ربنا سبحانه وتعالى في التكريم لهذا المخلوق الجديد أن أسجد له الملائكة ليس رؤوس الملائكة ولا كبار الملائكة ولا حملة العرش فسجد الملائكة كلهم أجمعون ونحن لو تصورنا أن الملائكة أعداد لا نهائية وأن الملائكة من المخلوقات العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى أسجد كل هؤلاء كل هذه الخلائق هذا العالم الواسع الرحيب عالم الملائكة فتح آدم عينيه للوهلة الأولى على سجود الملائكة له بأمر الله رب العالمين وكان هذا السجود أيضا إعلاما بأن هذا الإنسان وصاحب الوظيفة المركزية في هذه الحياة وأن الملائكة في الحياة الدنيا التي نعيشها تابع لهذا الإنسان لهم وظائف مساندة على هامش وظيفته المركزية لذلك سموه الله خليفة إني جاعلهم في الأرض خليفة ومعنى الخليفة هنا معنى الاستخلاف هنا أن الله سبحانه وتعالى أتمنى الإنسان على هذه الحياة على ما فيها من المخلوقات والموجودات وأتمنه على المنهج الذي تدار به هذه الحياة وكلفه به من اللحظة الأولى فكان المخلوق الآدمي الأول آدم عليه السلام رسولا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا فقال نعم قالوا إلى من بعث قال إلى ذريته فبدأت الحياة البشرية في التصور الإسلامي من النقطة الأولى حياة راشدة بل إن أول مخلوق من البشر كان نبيا ليقطع هذا الطريق تماما على الأفكار العباثية المتعلقة بالتطور وبالإنسان الوسيط بين القردة والإنسان الإنسان البدائي وبالحياة الهمجية الأولى التي تدرجت في مسالك النطج حتى وصلت إلى حالة من الحالات المستقرة وإنه كان هناك ثمة إنسانا بدائي كإنسان إنسان بدائي يسلك سلوكا شبيا بالحيوان هذا كله ملفوظ من المنظور الشرعي فآدم وهو الإنسان الأول لم يكن فقط راشدا بل كان نبيا وفي ذلك حكمة وفي ذلك حكمة بلغة طبعا وإلا لا يتصور أن تقوم هذه البشرية بالوظيفة الرسالية العظيمة التي خلقت لأجلها وهي الاستخلاف في الأرض وهذا الاستخلاف الوظيفة التي لأجلها خلق الإنسان وكرم هذا الاستخلاف يا أخي الكريم يقوم على ساقين كبيرتين الأولى منهما هي الإيمان وتحقيق واجب العبودية والثانية هي العمران وتحقيق واجب التنمية لهذه الأرض وما فيها من مخلوقات والحفاظ عليها واستخراج كنوزها يعني حقيقة كنت أريد أن أسألك عن شيء من بيان يعني ذكرت أن الإنسان مكرم في الإسلام أو حتى في التصور الديني بشكل عام الشرع التي سبقت الإسلام الشرع التي لم تخضع للتحريف لكن لو بينت لنا قليلا أكثر حتى بعد الفاصل نتحدث عن منهاج الإسلام في التربية الوظيفة الأساسية للإنسان لأن الحضارة الغربية أعلى من شأن الإنسان والإسلام أيضا أعلى من شأن الإنسان هل ثمت فرق بين هذا الإعلاء وذاك؟ دعني أسأل سؤالا يا أخي جهاد ومشاهد الكريم يشاركنا في الإجابة أيهما أكثر احتفاءا بالإنسان وتقديرا له الذي يرى أنه صنيعة الطبيعة وهو صنيعة عبثية لم يكن للطبيعة أي إرادة من تطوير منتجاتها حتى وصلت إلى الصورة البشري ثم إن الطبيعة وهي تجرب وتطور بقانون عشوائية وصلت بها إلى إنتاج الإنسان إنما طورته وحولته عن نوع من القردة كان هذا الإنسان في يوم من الأيام وفقا لتصور قردا يسلك سلوك القردة ثم تطور عبر عمليات يتخاب طبيعية عشوائية إلى أن وصل إلى الصورة البشرية فأيوم أكرم وأليق بالإنسان أن يقول لنا ربنا إنه خلقه بيده وسواه ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكلفه بالمهمة الاستخلافية في الأرض وأنزله إليها من اللحظة الأولى بنبوة ورسالة راشدة ولل بيفترض إن الإنسان جاء من العبس وذاهب إلى العدم وما بين العبس والعدم لا يوجد إلا العبس والعدم تطور عشوائي منتج للطبيعة ليس هناك إرادة ما وراء خلقه ليس هناك وظيفة له في هذه الحياة عليها أن يفعل فيها ما يحل له وما يشاء فيها ثم إنه بعدها سيذهب إلى العدم كما جاء من العدم أنا أقول أيوم أكثر احتفاء بالإنسان وأكثر تكريما للإنسان وأكثر تقديرا للإنسان من هذين المنهجين لا ريب أن الذي يقول لنا إن الإنسان هو صنيعة الله وخليفة الله في الأرض وهو صاحب الهيمنة على هذه الحياة وكل ما فيها مسخر له وميزه الله عز وجل حتى يقوم بالوظيفة الاستخلافية بميزات هائلة التصور الإسلامي أعظم ميزة ميزة بها الإنسان واحد إنه قادر على اكتساب المعرفة وهذا الفرق بينه وبين الملائك اثنين أنه قادر على الاختيار له إرادة الاختيار معلوم أن عالم الملائكة عالم مجبول على الطاعة جبلة لاختيارا فالملائكة خلقت من النور وجبلت على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جبلة لاختيارا وطاعة لا تكليفا ومن ثم الإنسان ميز على الملائكة بأنه لا يطيع الله جبلة وإنما يطيعه اختيارا وأن الله سبحانه وتعالى من اللحظة الأولى كلفه وعطاه القدرة على الاختيار فأول تجربة للاختيار الإنساني اختار فيها المعصي وإن كان ذلك عن غفلة ونسيان ثم اختار بعدها التوبة وطريق الإيمان وبدأت رحلة آدم عليه السلام في الأرض ومن الناحية الأخرى فإن الله سبحانه وتعالى أعطى لإنسان القدرة على اكتساب المعرفة الملائكة تتلقى المعرفة عن الله سبحانه وتعالى فتعرفها كما تلقتها الإنسان عنده ميزة إضافية ليست عند الملائكة وهي أنه أعطي القدرة على الاكتشاف والحياة على الأرض رحلة لاكتشاف قوانين وأسرار خلق الله عليها الموجودات في الأرض وأودعها فيها أسرارا كاملة وأمرنا وكلفنا أن نسير في الأرض وأن ننظر في السماء والجبال ونكتشف هذه القوانين ونسخرها للقيام بالمهمة التي خلقنا لأجله فمبدأ الاختيار ومبدأ التسخير ومبدأ القدرة على اكتساب المعرفة كلها تنبئ عن هذا الاحتفاء الإلهي بالإنسان وعن مميزاته لبلوغ مرتبة الاستخلاف وعن قدرته على القيام بالمهمة العظيمة الرسالية التي خلق لأجلها وجعل على رأس الموجودات في هذه الحياة من أجلها حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل أنبياء البشر خيرا من أنبياء الملائكة وجعل مؤمن البشر خيرا من عامة الملائكة حتى أن الله سبحانه وتعالى يباهي بطاعة المؤمنين ملأ الملائكة الأعلى كما جاء في حديث القوم الذين جلسوا يذكرون الله وكما جاء في حديث عرفات يوم عرفات في حديث الزكر هذا حديث معوي رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه فقال لهم أجلسكم هكذا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على أن هدانا للإسلام فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك فقال أما إني لم أسألكم تهمة لكم ولكن جبريل نزل علي فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته هذه العبادة الاختيارية وهذه العبادة القائمة على أن الإنسان يستطيع أن يعصي ويستطيع أن يطيع لكنه يختار الطاعة ويؤثرها على شهوة ويؤثرها على هواء وعلى دنيا وعلى شيطان حتى لا يفهم غلطا دكتور يستطيع أن يعصي ويستطيع أن يطيع ضمن المشيئة الإلهية طبعا حتى لا يفهم أننا ذهبنا إلى الفكر المعتزلي لا لا الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون فالخلق من الله والاكتساب من الإنسان فالإنسان يستطيع أن يعصي نعم يستطيع أن يختار المعصي لكن الاختياره هذا موقوف على الإذن الإلهي بنفاذ الفعل أو على المشيئة الإلهية نعم فهي مسألة كبيرة يعني طبعا يعني فقط من باب التوضيح طالما أن الله سبحانه وتعالى احتفى بهذا الإنسان والإسلام رفعوا هذه المكانة العلية وكان محور الحياة ومحور التكليف نريد أن نعرف منك بعد الفاصل المنهاج الإسلامي التربوي لبناء هذا الإنسان للقيام بهذه الوظيفة مشاهدين الكرام موقفة قصيرة تتلوها عودة لاستئناف الحديد ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث مع دكتور حاتم عبد العظيم دكتور حاتم قلت بأن الموضوع التربية هو أصل أصيل وركيز أساسية في الإسلام هل النصوص التي عالجت قضية التربية في الإسلام يمكن أن نقول أنها نصوص مباثرة بمعنى أنها راعة كل حالة كل موقف أو راعة أشياء محددة دون أشياء أخرى أم أنها ترقى إلى أن تكون منهجا تربويا متكاملا في الإسلام الحقيقة يعني مجموع النصوص الإسلامية في باب التربية تنشئ نظرية تربوية كاملة وقد التقط هذا الخيط اثنان من كبار العلماء المسلمين الإمام الغزالي عليه رحمة الله ثم ابن خلدون وكلهما جل النظرية التربوية الإسلامية بتفصيلها وهما منطلقان فقط من هدايات الكتاب والسنة وقد ابتلينا في هذا العصر حقيقة في مسألة المنهجية هذه بأن معظم دارس التربية المسلمين يستوردون مناهج دراسة التربية من العلوم الغربية رغم أن الموروس الإسلامي فيه لو تفطنوا إليه وانتبهوا إليه الشيء الكثير الذي تبنى عليه نظرية تربوية كاملة حتى أن أذكر أن أبو حامد أورد رواية أثرا يقول أنه عليه مدار العملية التربوية كلها والتعامل مع الناشر ذلك الأثر الذي فيه علموا أولادكم علم ابنك سبعا لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم أرسل له وحبله على غاربه ويقول أنه كأنه عبر عن كل مرحلة من مراحل التربية بعبارة جامعة في سبعة يعلم فيها الولد بالملاعبة والملاطفة وهي السبع الأولى من عمره وفي سبع أخرى يؤدب فيها ويحمل على المسلك الصحيح وعلى ترك المسالك الخاطئة وفي سبع أخرى يعمل معاملة البالغين الراشدين ويصاحب ويصادق ولا يحمل كرها على شيء لا يريده ويلتقط ابن خلدون طرف الخيط فيقول أنه محور التربية الإسلامية قائم على عدم الاستكراه على الترغيب ويقول أنه مدار التربية الإسلامية على الترغيب لا على الترهيب وأنه إقحام الترهيب في عملية التربية وحمل الولد على ما لا يحب وما لا يطيق إنما يؤدي به بعد ذلك إلى الكذب وإلى تعلم الخلال الرذيلة ويحدثنا عن أن سلوك مسلك العصف والقهر في التربية يفسد طبيعة النفس الإنساني سمى عندنا تراث ضخم في المسألة التربوية وغير هذين العالمين من أئمتنا الأقدمين كثيرون اهتموا بالمسألة التربوية وبالنظرية الإسلامية التربوية واحتفوا بنصوص التربية في الإسلام وجلوا أو استخرجوا منها منهجا متكاملا في تربية النشئ وفي رعايتهم وحياطاتهم بالقيم التربوية الصحيحة من الميلادي إلى أن يبلغوا الأشد حقيقة ذكرت النقاطة مهمة جدا تريد أن تكمل تفضل دكتور يعني أنا أريد أن أقول أيضا أن البيئة النبوية كانت بيئة تربوية بامتياز ونحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن التربية المختلفة خاصة مع النشئ والصبية تارة يلقنهم قيم العقيدة يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظ الحديث يقول هذا الحديث لعبد الله بن عباس وعدون العشرة أو يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا هنا اللفتة أن النبي صلى الله عليه وسلم من يجالسه في الطعام ما هو وقعت هذه القصة أن ولد غلام وفي بعض الرئيس أنه كان ابن عباس أيضا هو صبي صغير جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طعام دعاه النبي ليأكل معه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدني هؤلاء الأطفال ويربيهم ويعلموا ما هذه القيم ويأتمنهم عليها ليعلموا بها من وراءه وعلى نفس الغرار كان سيدنا عمر رضي الله عنه ورضونا يمكن أن ألتقت بعض اللفتات من السيرة العمرية المباركة عندما يرون لنا أن عمر كان يمر بالصبي فيأخذ بيده ويقول يا غلام أدعو لي فإنك لم تزنب بعده وإن الصغير يكتب له حسناته ولا تكتب له سيئاته فيجلس الغلام فيدعو ويؤمن عمر على دعائه أليست هذه تربية إيمانية رفيعة عندما كان عمر يجلس عبد الله بن عباس وابن ثني عشر عاما في مجلس شوراه مع رؤوس المسلمين مع البدريين ومع أصحاب بيعات العقبة وبيعات الرضوان ومع رؤوس الأنصار والمهاجري وعندما يعاتبوا بعض أصحابي في ذلك أن أجلست معنا أبناءنا وصبياننا يسألهم عمر عن تفسير سورة إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك عن سورة إذا جاء ناصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفاجأ فسبح بحمد ربك واستغفروا أنه كان توابا فكلهم فسروا بظاهر الآيات أنه كان أمر من الله للنبي بالتسبيح إذا نصره الله قال فما تقول فيها ابن عباس قال ما أقول فيها إلا أن الله عز وجل قد نعى إلى نبيه نفسه وأخبره بأجله فقال والله ما أعلم فيها إلا ما قال فهذا الاحتفاء بالشباب وتمكينهم ورعايتهم والحدب عليهم وحياطتهم بوسائل التربية المختلفة كان منهجا نبويا وراشديا وكان سمتا للمجتمع الإسلامي الأول الذي اعتبر أن تربية النشئ وتربية الأجيال الآتية هدف أصيل بل أنه أيضا لو تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف حتى نرى بعد نظره الكريم صلى الله عليه وسلم وقد فعل به أهل الطائف ما فعلوا حينما أراد أن يذهب إليه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف على الصورة التي نعلمها قد رموه بالحجارة وجمعوا له صبيانهم حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه جبريل ويقول إن الله بعثني إليك وإن معي ملك الجبال وأمراء الله أن يطيعك فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أطبق عليهم الأخشبين لو أمرته الآن يطبق عليهم الأخشبين وهم الجبلان العظيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم له عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ويعبده أن عيني ليست على هؤلاء أن عيني على جيل قادم من أصلاب هؤلاء المشركين سوف أصل إلى أبنائهم وأبلغهم دعوة الله ويؤمنون ويحملون رايات هذه الدعوة عيني ليست على هذا الجيل البائس البائد الذي تمكنت منه الوثنية وتمكنت منه عادات الوثنية لكن عيني على جيل آخر قادم لن أتركه لهذه الوثنية إذا كان هؤلاء قد أفلتوا مني إلى النار فإني مستنقض بإذن الله أولادهم والأجيال القادمة بعدهم إلى طريق الله المستقيم هذه النظرية وهذه النظرة البعيدة من النبي صلى الله عليه وسلم الرهان على أنه سيتمكن من تربية أبنائهم على الإسلام وسيأخذوا بقلوب معقولهم إلى الإيمان وقد فعل صلى الله عليه وسلم فما رأينا واحدا من رؤوس الكفر إلا ورأينا زريتهم بعده في حياض الإسلام الوليد بن المغيرة كان أولاده خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وحيشام بن الوليد من أئمة المسلمين أبو جهل الحكب بن شام كان ابنه عكرمة من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم وعد ما شئت أن تعد العاص بن وائل كان قد من أقطاب المسلمين الأوائل والفاتحين الكرام الكبار عمر بن العاص وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم راهن على الجيل القادم ونجح في هذا الرهان الكريم وأخذهم وربهم على من أجل الإسلام لكن ما يحدث معنا الآن العكس راهنا الغرب أن يسرق منا أبناءنا فسرقهم بأدوات غزى بها بيوتنا وغزى بها عقول هؤلاء الأولاد وأقام الحواجز بينهم وبين أدوات التربية الضعيفة التي نملكها للأسف شديد في هذا الزمن في هذا السياق تحدثت عن ملامح نظرية إسلامية في التربية ملامح واضحة أريد أن أسألك قبل ذلك هل هذه النظرية أو هذا المنهاج الإسلامي في التربية خضع لمنطق التراكم بمعنى أنه طور بتغير الزمان والمكان أم أنه توقف عند الأقدمين ومربما آخرهم عبد الرحمن بن خلدوه في كتابه الأثير المبتدأ أم هناك بعد ذلك محاولات للتطوير؟ لا شك أنك عندما تدرس مثلا تجربة المدرسة النظامية في بغداد وكيف كان لها مناهجها وكيف كان يقام على نظارتها وإدارتها أئمة المسلمين في زمانهم المتميزين بالملكات التربوية أولا والعلم الشرعي الضليع الثاني ولعل أبو إسحاق الإسفرايني واحد من أهم نظار هذه المدرسة ومديريها ورؤسائها اتفق أهل زماني على تسمية بالأستاذ أبو إسحاق بالأستاذ إشارة إلى ملكاته التربوية الرفيعة العالية السامقة وهو في العلم معلوم القدر ومعروف المكان ثم تتابع على هذه المدرسة العظيمة التي خرجت لنا أكابر العلماء وخرجت لنا القادة الفاتحين وخرجت لنا العلماء الطبيعيين المبدعين في شتى علوم المعرفة قام على رعايتها من جمعوا بين العلم التربوي المتخصص المتعمق وبين التوسع في العلوم الشرعية والعلوم الدنيوي وعليه فالمسار العملية التربوية في تاريخ الأمة تطور ونضج بعد ذلك بتطور الحضارة الإسلامية عموما نجا عظيما وقدم لنا نمازج هائلة ربما نقول أن المدرسة النظامية هذه كانت أول تجربة جامعية في التاريخ ولا نبالغ إذا قلنا ذلك وإنها خرجت آلافا من المتخصصين في شتى فروع المعرفة الإنسانية للبشرية كلها وإن الحضارة الغربية الحديثة هذا ليس افتئاتا وليس ادعاءا استفادت من هذا الموروث استفادات عظيمة ويعني رفدت نفسها بروافد من الحضارة الإسلامية في الأندلس في كل المعارف وشتى العلوم وبنت عليها نهضتها المعصرة ونحن لا يؤذينا ولا يسوءنا ذلك فنحن نعتقد أن الموروث الإسلامي وموروث بشري أيضا وأن منجزات الحضارة الإسلامية مقدمة للبشرية ولم يحتكرها المسلمون ولم يجعلوها أداة تغلبة أداة تفوق كما يفعل الغرب الآن هي من طبيعة الإسلام هذا نعم هي من طبيعة الإسلام ولذلك أنا كنت مرة أقول أنه من أبرز دلائل الأنسنة في الحضارة الإسلامية أن الحضارة الإسلامية رغم تفوقها الهائل في العلوم الطبيعية لم تسعى إلى إنتاج أسلحة إبادة أبدا عبر تاريخي طورت الفلك طورت العلم الطبي السيدلة الكيمياء الفيزياء كل هذه العلوم الرياضيات بأنواعها الحساب والهندسة وكذا الجبر كل هذه العلوم ولدت ميلادا حقيقيا في أحضار الحضارة الإسلامية لكنها لم تتطور أبدا إلى قنبلة ذرية ولا قنبلة هيدروجينية ولا حرب بيولوجية ولا صواريخ عبيرة للقارات ولا صواريخ حاملة للرؤوس النووية ولا شيء من هذا على الإطلاق لأنه كانت أهداف الحضارة الإسلامية أهدافا لإصلاح الحياة البشرية لا لتدميرها ولمساعدة الأمم الأخرى لا للتغلب عليها وقهرها فكرة القهر والسيطرة والإرغام والتدمير ليست مكونات في الحضارة الإسلامية ولا في ثقافة الإسلامية ثم نأتي بعد ذلك فنجد أدعياء قليل الوزن في الفكر والعقل والحكمة يقولون أن الحضارة الإسلامية انتشرت بحد السيف وحملت الناس على الإسلام بالقهر رغم كل هذه المعطيات التاريخية التي أشرنا إليها طبعا أشرت إلى النقاط مهمة هناك قيد ربما يجب أن نبينه دكتور وهو أن صحيح أن الإسلام لم يعتني كثيرا بتطوير أسلحة ذرية وأسلحة نوية مبيدة البشرية لكنه لم يغفل جانب القوة والقوة ركيزة أساسية في التصور الإسلامي وفي البناء العقدي والفكرية لا اسمح لي قبل أن نجاوز هذه الإسلام رأى أن الأسلاح المحدودة الموجودة تكفي تكفي لقهر هذه الإمبراطوريات ولإقامة الحياة الإنسانية الفاضلة ولم يسعى لم تكن العقلية ولم تكن الذهنية المسلمة متطلع لابتكار أدوات إبادة يعني أسلحة القتال القديمة أسلحة القتال بين قوسين رحيمة المعاركة تدور يقتل فيها بضع ألف في الحد الأقصى لكن الآن ممكن جندي جلس على كرسي يضغط على زر فيبيت بلادا بأكملها ويقتل عشرات الألف ومئات الألف الحروب الحديثة أبادت من البشرية ملايين ممليانة بالعشرات في الحرب العالمية الثانية على الأقل وعلي ما أردت أن أشير إلي ليس ازدراء الإسلام لمنطق القوة على الإطلاق ولكن ازدراء الإسلام لقوة التدمير ولقوة الإبادة ومن شواهد ذلك أن الحضارة الإسلامية لم تطور قوتها إلى قوة تدمير وإبادة وإنما كانت قوتها قوة حماية للوجود البشري وقوة حماية للاختيار الإنساني في الوقت نفسه نعم هذا كان واضحا فقط أردت أن أوضح أكثر دكتور المدارس الغربية الفلسفية والحضارات وضعت عددا من الأهداف كل واحدة على حدة في العملية التربوية مثلا اليونانيون كان عندهم الهدف الأساسي هو بناء الإنسان من أجل التضحية في سبيل الوطن في سبيل أثناء أو إسبارتا أي أن يكون ثم بعد ذلك يعني جاء الوجوديون وهو مذهب فلسفي الحادي قال إن الفضيلة وأن يعرف الإنسان نفسه هو من أبرز أهداف العملية التربوية ثم بعد ذلك الأمريكيون قالوا إن الحياة المرفهة هذه صلب الأهداف التي ينبغي أن تقوم عليها التربية في أمريكا ماذا عن الهدف والقيمة المركزية في التربية في الإسلام مقارنة بهذه الأهداف يعني التربية في الإسلام بدون شك هدفها الرئيس عمود الخيمة فيها هو إن شاء إنسان يحمل الرسالة الإسلامية يحملها عقيدة وتتغلغل في ثنايا نفسه حتى تكون محور اعتقادي وحياتي وقنعاتي ويحملها سلوكا بدءا من التعبد لله رب العالمين في علاقاته مع الله تعبد وعلاقاته مع الناس تعبد ومرورا بالأخلاق والسلوك الإنساني وانتهاءا بتحقيق الغاية من الوجود الإنساني في الأرض بعمران الأرض وتطويرها لكن عمرانا راشدا لكن عمران لا يترتب عليه فوات الإيمان ولا يتضاد مع الإيمان الحضارة الإسلامية في نظراتها للتربية أو الشريعة الإسلامية في نظراتها للتربية تريد بناء الإنسان على المواصفات القرآنية تصورا وسلوكا فلذلك نرى احتفاء التراث الإسلامي بمسألة التكوين العقدي للإنسان تمام تمر جاري على النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا جاري أين الله ترسيخ الفكرة العقدي في كل مناسبة ثم بعد ذلك بناء التصور الأخلاقي بناء الأخلاقي للإنسان والقيمي وقد رأينا سلوك عمر رضي الله عنه ورده ويتعسس بالليل ويطمئن على الحوارات التي تدور داخل البيوت ليس من أجل التنصت على الناس ولا من أجل الفتك بهم ولا من أجل جرجلتهم إلى السجون ولكن من أجل تقويم الانحراف وتنمية الفضيلة ومساعدة المحتاج ونراه ويسمع البنت التي تعترض على أمها في محالة غش اللبن وتقول سمعت أمير المؤمنين ينهى عنه في بناء أخلاقي في الأمة وتجادل أمها وتأبى عليها ويصبح أمير المؤمنين في الصباح فيزوجها أو يخطبها لولده عاصم وتكون جدة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا الاحتفاء بالتربية الأخلاقية والتكوين الأخلاقي ومن ثم فالشخصية التي رسمها القرآن للإنسان هي هدف التربية الإسلامية اعتقادا وأخلاقا وسلوكا وإفادة وإضافة للحياة المسلم يتربى على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وأحدكم يصلي ركعتين يتصور يعني أنه لو أمرات كيام الساعة حصلت ينشغل العقل الإنسان عموما بالطاعة المحضة بالتعبد المحض بأن يصلي أو أن يستغفر أو أن يسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى الوجه الآخر من وجوه الإيمان وفي يد أحدكم فسيلة وهو يجتهد وهو يجاهد وهو يتعبد في عمران الأرض وهو يتعبد في الزراعة ويتعبد في الصناعة ويتعبد في أي علم نافع مفيد فإن استطاع والساعة تقوم أن يغرس الفسيلة فليفعل ذلك لأن الإنسان المسلم يربى تربية أصيلة على أن يبني الحياة ويصنعها وعلى أن يضيف لهذه الحياة وعلى أن يكتشف أسرارها وعلى أن يوظف كل ما في هذه الحياة من أجل إسعاد البشرية ومن أجل الوصول إلى الحياة الفاضلة الراشدة للإنسانية جميعا وعليه فالتربية الإسلامية للإنسان هي تربية على مقاس الإسلام ذاته تحمل كل قيام الإسلام وتحاول أن تطبع الإنسان عليها وتحاول أن تنشئها وعليها وهي تنشئ عليها بدرجة عالية جدا من الاحترام لإنسانية والاحتفاء بآدميته من محاولة إقناعه ومحاولة ترك الاختيار له ومساعدته على الاختيار الصحيح لا بعيدا عن الإكراه لا إكراه في الدين وبعيدا عن العنف والشدة علق صوتك العقاب السوب العقاب موجودهما مبدآن في التربية الإسلامية لكنه أبدا ليس العقاب البدني الجائر وليس العقاب البدني الذي يلغي كرامة الإنسان وينتهك حقه في الاختيار لا علق صوتك ولا تضرب به حتى يكون مساعدا للولد الصغير على الاختيار وعلى النشأة الصحيحة لكن ليس المقصود أبدا أن يتحول المربون ولا الآباء إلى جلدين ولا أن يكرهوا حتى الأطفال الصغار على ما لا يريدون فإن النص القرآنية نفى الإكراهة نفيا عاما لا إكراهة في الدين لا في التربية ولا في غير التربية ولا للصغار ولا للكبار إنما تربية والتربية فيها مودة وفيها محبة وفيها إقناع وفيها عاطفة وليس فيها إكراه وليس فيها عصف وليس فيها قهر بعبارة ابن خلبو ذكرت كثيرا من ملامح المنهاج الإسلامي في التربية لكن إذا انطلقنا من قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون انطلاقا من هذه الغائية كيف صاغ الإسلام النفس البشرية تربية انطلاقا من هذه الغاية عبر تطوره الزماني للإنسان مراحله العمرية الإسلام يربي الإنسان المسلم على أن كل سلوك صحيح في الحياة هو عبادة وهو يعني محسوب للإنسان أو عليه عند ربه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى الكلمة التي يتكلم بها الإنسان هي من عمله الذي يحاسب عليه والإنسان المسلم يربى على أنه يراقب الله في كل أعماله ويعجبني تعريف أحدهم للإخلاص الذي هو العلاقة الخاصة جدا بين الإنسان وبين ربي عرف بعض الأسلاف الكرام فقالوا الإخلاص أن تخرج الناس مما بينك وبين الله وأن تجعل الله فيما بينك وبين الناس فتكون علاقتك مع الله علاقة دائمة مستدامة فيما هو عبادة محدة بينك وبين الله وفيما هو معاملة محدة تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى عباده وعليه الضمير المسلم يربى على رقابة دائمة على مراقبة الله دائما على اعتبار أن كل فعل إنساني وكل سلوك إنساني هو علاقة بين الإنسان وبين ربي حتى لو كان هذا السلوك في ظاهره معاملة بشرية بين طرفين من البشر ومن ثم فمفهوم العبادة في الإسلام هو محور للبسئلة التربوية لكنه مفهوم واسع بحيث تشمل العبادة كل سلوك إنساني فهناك طاعة ومعصية خارج حدود التكليفات التعبدية المباشرة هناك طاعة ومعصية في كل سلوك إنساني حتى المعاملة هناك إتقان للعمل وإهمالهم في العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أمر عشرة من المسلمين فلم يجهد لهم لم يرح رائحة الجنة يوم القيام لم يجهد لهم أيها نعم لم يتعب من أجله المقصود أنه عندما تتولى مسئولية عشرة يعني موظف صغير في وحدة إدارية صغيرة تحت وعشرة موظفين فهذه مسئولية ينبغي عليك أن تعلم أن الله سائلك عنها فإذا لم تجهد يعني تتعب وتبزل الجهداء وتبلغ الجهداء تمام يعني تبزل غاية ما تستطيع وتصل إلى أقصى طاقتك في خدمة هؤلاء فإن ذلك مانع من دخول الجنة التقصير في حق العباد مانع من دخول الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم شيئا هنا تفيد الإطلاق أم تفيد الحكم أمر عاما سواء كان شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا في مؤسسة في جامعة في أي شيء في أي شيء من جعل الله في رقبته مصلحة للمسلمين فهذه عبادة عظيمة إن قصر فيها فالنبي قد دعا عليه بالمشقة والتعصير في الدنيا والآخرة ومن ولي أمر عشرة ولم يجهد لهم إذن عندما يلي الإنسان أمر عشرة ويجهد لهم هذه عبادة أو ليست عبادة عبادة وعبادة تدخل الجنة ومعصية تخرج من النار إذا قصر في ذاك مفهوم العبادة في الإنسان مفهوم واسع يشمل دائرة للنشاط الإنساني كلها ويشمل المشاعر والتصرفات والمعاملات وكل ذلك موزون على الإنسان في ميزانه لذلك المسلم لا يراقب القانون فرق مركزي بين التربية الغربية وبين التربية الإسلامية في التربية الغربية الرقابة هي للقانون وللوالدين ولأعين الناس لكن إذا خل الإنسان أعين الرقبائها ولا يفعل ما يحلو له ولذلك إذا انقطعت الكعرباء في سن فرنسيسكو ساعتين من الليل ستنهى بكل المحلات أو غيرها من المدن لكن في الإسلام الرقابة ذاتية تربى داخل الضمير الإنساني ويعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأن الله محاسبه عن كل فعل حتى لو غابت عنه وعينه الناس ومن ثم هناك يعني مفهوم ما للتعبد في الإسلام فريد يشمل كل مناشط الحياة الإنسانية وكل دائرة السلوك الإنساني والتربية الإسلامية تضبط توجهات الإنسان في كل مناشط حياته على ميزان العبادة الواسعة وعلى مفهوم أن ذلك كله يبتغى به وجه الله طيب هذا المنهاج التربية وهذه الأهداف والقيم المركزية التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها إلى أي مدى يتوقف تحقيقها من عدمه على وجود الدولة الرائية لذلك أنا أبحث معك بعد الفاصل فاصل الأخير ونعود لاستكمال هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم دكتور وصلنا إلى المحور الأخير وفي ظني أنه محور غاية في الأهمية لأنه مرتبط بواقعنا الراهم هذه الأهداف التي تحدثت عنها هل يمكن تحقيقها بدون وجود دولة راعية لهذه التربية الإسلامية أم أنه لا بد من وجود الدولة المسلمة التي ترعى منهاج الإسلام وقيامها وأهدافها طبعا لا يمكن أن توجد على وجه الكمال إلا في ظل وجود الدولة لأنه جزء كبير من العملية التربوية ينبغي أن تقوم بهم مؤسسات الدولة مدارس وجامعات ومساجد ووسائل إعلام ومؤسسات شبابية ومؤسسات ثقافية ومن المؤسف أنه يعني تستخدم بعض مؤسسات الدول وبعض الأنظمة في تدمير القيم الإسلامية وقتل الشخصية الإسلامية والروح الإسلامية في نفوس الناشية بوسائل تربوية بوسائل مضادة للتربية بوسائل هدم بوسائل تغريب بوسائل إفساد كما نرى في واقع الناس الذي أقصده يعني في المؤسسات التربوية نعم في المؤسسات يعني المدارس وال نعم طبعا مظاهر ذلك واضحة ومعروفة للكافة تدميرا للمناهج وإفسادا لها تدميرا للقيم التربوية أصلا تحويل العمليات التعليمية والتربوية إلى مسألة وظيفية يعني يذهب ليعمل في هذا المجال حتى يترزق ويتكسب منه ولو لم يكن مؤهلا أصلا لأن يكون معلما زائد إنه المحتوى فاسد فأصبح من يقوم على المحتوى غير مؤهل والمحتوى التعليمي والتربوي في ذاته فاسد والبيئة التعليمية بيئة يعني خارج السياق التاريخي الذي تعيش في البشرية الآن ومن ثم هناك إشكال كبير في المؤسسات التربوية في العالم الإسلام الأمر الآخر إنه لو رجعنا إلى مستوى أهل التربية كلها تقوم بها الدول يعني صحيح لا يقوم بها على وجه الكمال إلا نظام متكامل في دولة ترعى هذه التربية لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله تستطيع الأسر المسلمة أن تقوم بواجب كبير جدا وعريض جدا في مسألة التربية كنت سأسألك عن الأسرة لكن قبل ذلك قلت أن أهداف التربوية الإسلامية لا يمكن تحقيقها على وجه الكمال إلا بوجود الدولة ما الذي يمكن تحقيقه في ظل غياب الدولة؟ أستطيع أن أقول أن الأسرة يمكن أن تسد ثغرة هائلة في هذا السياق كيف؟ فإذا كان الفضاء العام لا يقوم بالواجب التربية والغظيفة التربية كما ينبغي له أن يقوم فالأسرة المسلمة عليها أن تحوط أولادها ما هو كل ولد من أولادنا يولد في أسرة والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسؤولية الأسرة عن التنشئة فقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فما يخطه الأباء في شخصية أبنائهم يبقى معهم بعد ذلك فالأسرة إذا حاطت أولادها بالتربية بتحفيز القرآن الكريم بتعليم قيم هذا القرآن بتلقين الأخلاقيات الإسلامية وبتقديم القدوة للأولاد في هذا السياق بين قوسين ونشأ الأولاد في هذا المحضن التربوي الصحيح الأسرة يمكن أن يمثل ذلك حصانة لهم في مواجهة الفساد العام في الخارج ويمكن أن يعطينا نجاحا نسبيا في العملية التربوية ليس نجاحا كليا لكن كما قلنا يمكن في نسبة ما من أبناء المجتمع أن يحاطوا بهذه العناية في أسرهم وأن لا يتركوا أبدا لأن الأسرة الآن أيضا كاهلها مثقل مثقل بالأعباء الوظيفية والأعباء المعيشية والأعباء المادية ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى خروجها من المسألة التربوية وترك التربية للمؤسسات العامة في الدولة والمؤسسات العامة مفرغة من المضمون أو منحرفة أصل وبالتالي تضيع الوظيفة التربوية بين الجهتين لذلك من المهم جدا الأسرة المسلمة تعرف في هذا الزمان تحديدا أن عليها واجبا عظيما وواجبا لا يسد مسده أحد إلا الأسرة خاصة الأسر المهاجرة في بلاد الغرب خاصة الأسر اللي في المدن والحواضر الإسلامية الكبرى اللي فيها انفتاح كبير وفيها ثقافة وافدة غالبة عليها وعلى أهلها خاصة في ظل السطوة الهائلة لوسائل الإعلام وأن أبناءنا الآن يقضون أمام الهواتف وأمام الشاشات أكثر بكثير جدا مما يقضونه مع أبائهم وأمهاتهم ومما يقضونه حتى في المدارس والجامعات كل هذه التحديات تجعل الأسرة تستنفر للوظيفة التربوية وتجعل من الواجب أن تضعها على رأس أولوياتها فجلسة المنزل اليومية والأسبوعية التي يجلس فيها الأبوان مع الأولاد ويتداولون قضايا التربية والفكر ويغذون أبناءهم بالقيم الصحيحة والتوجيهات الصحيحة ويرفعون عاطفتهم الإيمانية ويراقبون سلوكهم لا يغنى عنها ولا بديل لكن إذا جاءك من يقول لك بأن الكثير من الأسر والكثير من أولياء الأمور هم ربما يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أبناؤهم لا مانع وما المانع من ذلك ما الذي يقوم بهذا المانع؟ أن نجلس سوية لنقرأ كتابا مختصرا في السيرة النبوية نتعلم منه جميعا الأب والأم والأولاد ما المانع أن نربي أنفسنا وأولادنا في ذات الوقت؟ لا مانع المهم أنه تعطل هذه الوظيفة يضع مسئولية أخلاقية ودينية هائلة على عاتق الأبوين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الرجل في بيت راع ومسؤول عن رعية والمرأة في بيت الزوجية راعية ومسؤولة عن رعية لكن بقي معي دقيقتان دكتور أنا أريد أن أسأل سؤال أراه ألاحظه من واقع حياتنا ومعاملاتنا للناس بأن الكثير من الأسر الفاضلة تربي أبنائها على قيم الإسلام وإلى آخر لكن يربطون هذه التربية وحتى مستقبل أولادهم التعليمي بقضايا ذاتية بمعنى أن كثير من الأسر يريدون من ابنهم أن يكون رجل أعمال حتى يؤمن مستقبله وأن يكون طبيبا حتى يعيش فيه بحبوحة من العيش ليس ثم تربط بين مستقبل الإنسان ومستقبل الإسلام أين الخلل في هذا؟ الله سبحانه وتعالى حسم لنا هذه القضية في القرآن الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ليسوا ضعافا طبيب ورجل أعمال أعظم تأمين لأولادك ليس المهنة وليس الوظيفة وليس الثروة التي في البنك وليس البيت المؤمن وليس السيارة الفارع أعظم تأمين لأولادك ولمستقبلهم أن تربيهم على الإيمان وأن تترك لهم ميراس الإيمان والعمل الصالح والكلمة الطيبة فذلك ينفعهم وإن قل المال والمال الكثير لا ينفع إذا فسد الولد وكم رأينا من أولاد ورثوا ثروات هائلة من آبائهم فأنفقوها وبددوها جميعا في بضع سنوات ثم صاروا عالة يتكففون الناس وكم رأينا من أولاد لم يترك لهم آبائهم شيئا من زهرة الدنيا لكنهم تركوا لهم الإيمان والتربية الصحيحة الرشيدة والعمل الصالح فكانوا نوابغ زمانهم وكانوا طليعة أوطانهم وكانوا خيرا ونفعا وبركة على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعاتهم فأعظم ما نتركه لأولادنا هو أن نربيهم تربية صحيحة وأن نترك لهم الإيمان وأن نكلهم إلى الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا أليس الله بكاف عبده؟ بلى إن الله كاف عبده والتربية الصحيحة تقتضي أن يربط الإنسان نفسه بأمته وليس بنفسه وذاته أشكرك شكرا جزيلا دكتور ختم هذه الحلقة مشاهدين الكرام في الختم أشكر ضيفية الكريمة دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية كل الشكر لكم على كرم المتابعة دمتم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة